برج الاسد في حب كتير شايفة حواليك من كذا شخص في محيطك بس وكأنك مش ملتفت اليوم خالد لكن احتمال الشخص اللي في بالك يعترف لك بحبه خلال الفترة دي انا شايفة بعضكم في وضع حب صامت ممكن يكون في اعتراف او تنميح خلال الشهر ده كمان انا شايفة ان الحب ده فيه شوية عوائق آآ في حاجات تمنع تمنع انه يحصل ارتباط آآ فيه شوية عوائق على قلق على خوف من رد فعلك يعني الطرف التاني ده احساسه احساسه ان فيه عقب كبير موجود في العلاقة هو كمان عنده قلق وخوف آآ من الاعتراف دي الحب ده خايف من رد فعلك انت كل ده احساس الطرف التاني زي ما قلت الطاقات الموجودة في القراءة شايفة طاقة المائية نارية هوائية آآ طبعا الطاقة زي ما قلت قبل كده هي غير البرج آآ الطاقة ممكن حد يكون مائي بس طاقته نارية في الفترة دي آآ برج الاسد كمان في الفترة دي احذر من الخباتاء الحاقضين في محيطك وفي العمل وفي بيتك آآ خلي بالك من اي مكتسبات او انجازات حققتها آآ عايز اقولك ما تتعاملش بسازاجة ولا بحسن نية مع ناس انت عارف انهم مش بيحبو لك خير آآ مش بحسن نية ان انت استيق الظاني بالنس لاآ لكن زي ما قلت او في وصفات الاول ان هي ممكن ان تتعمل بشوية سازاجة او انك آآ انك آآ انك المشاكل اللي عندك كمان ممكن تخليك ما تبصش ما تبصش حواليك كويس او ما تشوفش مين بيحب مين بيكره كويس آآ قلتلك قبل كده انك محض هيرة ومحض حسد آآ بسبب آآ نعم ربانية ربنا وهبهيلك يعني انت ملكش ايد فيها حاول تصفي ذهنك آآ تبعد عن اي افكار سببية علشان آآ لو حبست نفسك في افكارك دي مش هتقدر تاخد بالك من حاجات بتحصل حواليك آآ حاجات بتحصل حواليك ممكن تضرك آآ نرجع للناحية العاطفية ونعرف الاول فقطك العاطفية انا شايفك عندك حماس في البداية جديدة آآ لكن شايفة حينا ممكن انت مع حد وبتفكر في حد تاني بسبب بعض الطرف اللي انت معيه او تجهله المشارك آآ انا شايفة تفكير في الشخص ده من ناحيتك اولا هي في الغالب هتكون علاقة زواج او علاقة قوية استمرت لاتنين آآ هو بيشوف فيك صفاتك يا برج الاسد يعني هو شايف فيك كل صفاتك بيشوفك قوي بيشوفك قائد بيشوفك عندك كارزمة عالية كمان بيشوفك آآ ناجحت حياتك او بتعرف ازاي تنجح في اي آآ في اي حاجة انت عايز تعملها آآ اللي مش بيعجيبه فيك ثواني اه انا بقول لك هو فعلا بيخف منك اللي مش بيجيبه فيك هو انك ممكن تنهي العلاقة في اي وقت. برغم الحب الكبير اللي بيشوفه منك لكن مش بيتطمن لك. انت عند يعني انت عند اي خطأ اه ممكن تهد المعبد اللي فيه. هو بيشوفك عامل كده. اه كمان هو بيشوفك نزاجك متقلب. ودي ساعة لانطقتك يا برج الاسد. طب نشوف ايه اخبار العلاقة? انا شايفة العلاقة فيها زعل كبير. في علاقات عند بعضك طبعا. شايفة فيه علاقات فيها زعل كبير ومشاكل كتير عند البعض انتصال. اه شايفة فيه احساس بالندم. اه يعني بالصراحة انا شايفة احساس الزعل كتير قوي. كأن اللي خصل ما كانش سهل. او فضل يتراكم او تتراكم احداث كتير مرت بالعلاقة دي. اه لحد ما بقى الموضوع كبير كبير لتقلبكوا انتو اللي اتنين. انا شايفة ان انت اللي مجروح. هو كمان زعلين. بس اعتقد ان هو اللي زعلك. اه بسبب اني شايفة السيوف في قلبك انت. مش هو. اه للبعض احتمال وجود طرف تالت. بس ممكن الطرف التالت ده. زي ما شفت في الاول ممكن الطرف التالت ده عندك انت. يا برج الاسد. ان في بداية الكراء زي ما قلتلك انا شايفة ان انت اللي محتار بين شغطين. بس هنا في الكارت ده بيقولك ان الامور هتتحسن. وان ان شاء الله والحزن اللي انت حاسس به دلوقتي هيروح مع الوقت. اه. الطرف التاني هو حاسس ان هو مهزوم. مهزوم وتعبان قوي. اه. ده في القصة بتاعته ايه? انا شايفة هنا ان انت تتعملت مع شخص مخدع. هو خدعك اكتر اه من مرة. وبعدها هو بعد. يعني بعد ما خدع اكتر من مرة بعد. اه وتقريبا بعده ده لانه حاسس ان شكله بقى وحش قوي يعني ما عندهش حلول ولا ولا عنده حاجة يقدمها لك. انت نوعا ما شايفك يا برج الاساس اتعودت على الوضع ده. او اتعودت غيابه. يعني انا شايفة القلم اللي كان في البداية. ابتدى. ابتدى يقل بعضكم. اه شايفك وجهت تفكيرك لحاجات تانية. اه. يعني شايفك ابتدت حق حاجات تانية ابتدت تحقق منها انجازات ابتدت تحقق منها نجاحات. اه بعضكم ممكن وجه طاقته وافكاره لبزنس. ممكن بزنس قدرت تنجاح فيه. اه لكن من وقت للتاني لما بتفتكر بتزعد. انا شايفة لبعضكم الحبيب عايز يرجع. بس انا شايفة هنا عنده طاقة خوف عالي جدا. هو خير. ولو مش متجاوزين هو عايز يتجاوزك. اه هو في جميعه مستعد يعمل اي حاجة عشان عشان تقبله. اه انا شايفة عند البعض هو غدر بيك. وهو اتغدر بي. اه هو كل تفكيره في الطريقة. يعني في الطريقة اللي هو يرجع لك بيها. يتكلم ازاي? يجيبها ازاي? يقول ايه? اه هو واسط انت مش هتصدقه تاني. ممكن يكون خداع حصل اكتر من مرة. هو واسط ان انت مش هتصدقه تاني. بس هو بيحاول يلفت نظرك الفترة دي. اه يلفت نظرك ليه بطرق تانية. اه لان شايفة بيحاول يبايل لك انه كويس. اه انه بقى ملتزم. اه مثلا اه اه لو ما كانش بيشتغل يبين لك ان هو بقى بيشتغل. اه لو ما كانش يناجح يبين لك ان هو بقى ناجح. اه بس الطرق غير مباشرة. ممكن عن طريق السوشيال ميديا اه او عن طريق ان حد يوصل لك اخباره. المهم هي طريقة مش مباشرة. بس انه شايفة كتير منكم اه بصص لقدام. مش عايز يرجع للماضي تاني بالعكس انت عايز تنتهي يعني عايز تنتهي من الماضي خالص. اه انت من الواضح عندك اه عندك منه مشاكل نفسية. في مشاكل نفسية قوية حصلت عندك. يا برج الاسد. انت عايز تستشفي منها. وكأنك بتعيش اه سعادة مزيفة. يعني بتضحك بس مش من قلبك. بتفرح بس مش من قلبك. اه عايز في سعادة مزيفة يعني عشان تطلع من الحالة النفسية السيئة اللي انت فيها. اه سويني. افتح هنا نشوف اللي فيه ما بعد ايه. اه برج الاسد اتفائل خير. اه يعني ما شاء الله. اتفائل خير. انت عندك اه عندك فرحة حقيقية. مش مزيفة بقى عندك فرحة حقيقية جاية. اه كمان انا شايفة الناحية العملية. اه فيه تقدم وتميز ونجيح. اه شايفة انك اه بتستعيد نفسك تاني. اه لكن الناحية العاطفية انا شايفها منقسم عن اتنين. زي ما قلت الناحية العملية انا شايفة فيها نجاح وتقدم وتميز كبير جدا ان شاء الله في الفترة اللي جاية. العاطفية زي ما قلت منقسم عن اتنين بعضكم في انتصال. والبعد في علاقة ثلاثية او محتار بين شخصين. وهنتكلم عن الحالة العاطفية. البرج الاسد بالتفصيل في الفيديو منفصل ان شاء الله. اه كمان شايفة بعضكم بيفكر في صفر. اه انا كمان هعمل لك. الناحية الصحية. الناحية الصحية البرج الاسد. اه بعضكم عنده مشكلة في في الرقبة من الخلف. من الناحية. اه عضلة الرقبة. ده عند البعض طبع منكم عضلة الرقبة بتقلمك جدا. ممكن ما اتعرفش اتنين منها. كمان بعضكم عنده مشكلة اه مش الصدر. القفة تستدري نفسه بتحسوا ان العضم بتاعه ونفسه هو اللي بيقلمكم. بس انا شايفها مشكلة بسيطة يعني ممكن بسبب بسبب تكييف بسبب جاوب تالي حاجة دي اه مشكلة بسيطة. لكن ممكن البعض لو عايز يستشير طبيب يستشير طبيب عشان يتطمن على نفسه اكتر. اه هسحب ستة كارت. اه طاقة عامة ليك يا برج الاسد. ودي هدية مني ليكو لكل برج يعني هشوفو. هدية ليه مني ليكو في القناة. الفراءة بتاعة الشهر ده. اه وهعملها مع كل الابراج بازن الله. اه برج الاسد بازن الله ان شاء الله بعد مرور شهر عندك نصر. وعندك استقرار. اه بس نقول يا رب وننظف الطاقة حوالينا ونبعد عن الافكار التربية. هيحصل عندك بعد الشهر ده ان شاء الله بازن الله تغيرات ايجابية في نواحي كتير في حياتك. اه والموضوع هيعلى بالتجريج. يعني بالتجريج هيعلى للافضل والافضل والافضل ان شاء الله. اه عايز اذكركم بالصدقة. الصدقة يا برج الاسد لا اي حاجة عايز هتتم في حياتك. تصدق. ودي عن تجربة شخصية. اه في الفترة اللي جاية اه برج الاسد انت هتكون سيد قرارك. هيكون عندك قدرة انك اه انت اللي توجه الاوامر والكل هيكون بيسمع. اه من الواضح عندي هنا اه ان مرة عليك وقت وكنت فيه ضعيف. كنت فيه ضعيف وبتحس بالقلق والخوف. وده خلى نيس تتدخل في حياتك او يكون ليها كلمة في قرارات مصرية خصة حياتك. الفترة اللي جاية مش هيحصل ده تاني. انا شايفة ان انت اللي هتحدد كل حاجة تخص حياتك. انت اللي هتاخد كل قرارات تخص كل قرارات مصرية تخصك في حياتك. اه بعضكم كمان اه شايفات انتظار مولود جديد او احتمال حدوث حمل بازن الله. اه كمان دخولك على مرحلة جديدة تماما في حياتك. اه كمان برج الاسد اه من دلوقتي والاخر السنة احتمال عندك دخول شخص جديد في حياتك. ممكن يكون صديق ممكن يكون حبيب. الشخص ده هيساعدك انك تتخط حاجات كثير سيئة حصارت لك في حياتك. وممكن تكون كنت تعرفه قبل كده. وبعد يعني بايته عن بعض وهتشوفه بعد تلك. اه كمان ممكن اقولك انك عندك اتصال عندك اتصال سريع او خبر سعيد. اه انت مش متوقع. بازني 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 اه اه بالتوفيق ان شاء الله واستنوني في في الكراءة العاطفية لمواليد برج الاسد في الفترة اللي جاية. وما تنسوش الاشتراك في القناة. شكرا للمتابعة برج الاسد. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.